على مسألة الأيام البيض لست بهذا من أجل أن تصوموا من أجل أن تصحوا لا من أجل أن تصوموا موحدين مخلصين لله مخلصين فيأتي الشفاء وتأتي العافية تبعا رحم الله ابن القيم فقد ذكر في زاد المعاد وذكر صاحب الإحكام في شرع صول الإحكام ونقلا عنه أيضا بأن من صام الأيام البيض لا يعتل ليه؟ وجدوا الآن طبيا سبحان من علم نبيه الطب للأرواح والأبدان والقلوب في آن واحد وجدوا الآن طبيا وراجعوا الطب وهذه حقيقة علمية وجدوا أن الدم يهيج في الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر وأن هذا الهيجان مثل هيجان البحر إذا هاج الدم ووافق إمساكا صح العبد وإن وافق أكلا وشربا اعتل العبد والخاتمة يا إخواني أن تداوموا على هذا الدعاء اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة فإن من كرر هذا الدعاء عاش بخير ومات بخير وأحسن الله خاتمته وأنتبه لدعوة عظيمة ذكرها صاحب كتاب الترغيب جاءت في كتاب الترغيب والترهيب في الحاشية أن أعشى الدعوة على إبليس أن تقول اللهم إني أسألك حسن الخاتمة إيش يقول إبليس يقول أظنه قد فطر يقول أظن هذا عاقل دائما مع الله دائما مع الله بطرف العين بنظر القلب وهذه حياة النبي لا تكني إلى نفسي طرفة